كم مرة دخلت على جوجل وسألت عن حاجة؟ أكيد كتير ده كل حاجة لازم ندخل نسأل جوجل طيب النتائج اللي بتظهر لك في الصفحة الأولى بتطلع صفحة أولى بناء على إيه؟ أكتر إفادة ممكنة من الـ SEO وده موضوع حلقتنا النهاردة أهلا بيكم في برنامج الاصر عدد عمليات السرش في اليوم الواحد على جوجل بتتخطط 3.5 مليار عمليات بحث يعني تقريبا 40 ألف عملية بحث في الثانية تخيل معايا العدد الضخم ده من البشر بيبحثوا عن منتج أو خدمة أو بيسألوا عن حاجة مثلا طيب ركزت مع نفسك قبل كده وانت بتعمل بحث عن حاجة وبتدوس على أول نتيجة بتظهر أصادك؟ تخيل كم واحد من عدد الناس المهول اللي بتعمل سرش في الثانية الواحدة بيدخلوا على أول نتيجة في أحد الإحصائيات بتقول إنه ما يقرب من 35% من عمليات البحث بيدغطوا تلقائيا على أول نتيجة بتظهر لهم يعني تقريبا 14 ألف شخص بيدخلوا على أول نتيجة كل ثانية محركات البحث بتهتم جدا بتجربة المستخدم عشان كده حطت قواعد وقسس مهمة جدا عشان تقدم بيها المستخدم اللي بيدخل بيبحث عن حاجة فيها وتساعدك أنت كمان تعرف إزاي تقدر تحتل المرتبة الأولى واللي عرفنا بعد كده إنها تحت علم اسمه الإسيو فيما كلها ظريفة ومشهورة جدا في عالم الديجتال ماركتنج لو عايز تدفن حاجة ومحدش يعرف بيها حطها في الصفحة التانية وده يدل على أهمية الظهور في الصفحة الأولى في محركات البحث أكتر إفادة ممكن تحصل عليها من الإسيو هي إنك تختار الكلمات اللي هتشتغل عليها بعناية فوقك عشان تظهر لعميلك في المكان المناسب اللي هيدور عليك فيه عشان كده أنت محتاج تختار الكيووردس بعناية ويفضل أن تكون لون جتيل كيووردس عشان توصل للعميل اللي بفعلا واخد قرار الشرق ومستني الشخص اللي هيباعه خصوصا إن 46% من عمليات البحث اليومية بتكون عن منتجات أو خدمات هسيب لك تحت في الديسكريبشن لينك تقدر تجيب منه كل الأرقام والتحليلات والبيانات اللي انت محتاجة بس باختصار شديد الاسيو حاليا هو من أهم أدوات التسويق الإلكتروني وبيساعد جدا في تطور وتوسع نشاطك التجاري أو شركتك عشان كده لازم تبني استراتيجية كويسة وتعمل تحليل للمنافسين اللي بيظهروا معاك في الكيووردس اللي انت هتشتغل عليها وتعمل استراتيجية بنقل إنكاد قوية عشان تضمن إنك ما تبقاش مع المدفونين في الصفحة التالية تابعونا كل يوم اتنين في برنامج الواصلة المقدم من شركة كورد ديجتل عشان نقول لك الخطوات اللي جاية نشوفكم على خير وانتو دايما متواصلين اشتركوا في القناة